يعقد اليوم الثلاثة لقاء يضم الفريق الحكومي في لجناة تنسيق إعادة الانتشار والبعثة الأممية لاتفاق الحديدة وهذا هو اللقاء الأول بعد فترة طويلة من التوقف وتعطيل الميليشيات الحسية لعمل آلية نقاط المراقبة واستشهد ضابط الارتباط في الفريق الحكومي العقيد الصليحي الذي استهدفت الميليشيات خلال أداء عمله ضمن فريق الرقابة بالبعثة الأممية ووصل إلى عدن الاثنين نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة في مساعة أممية لخفض التصعيد الذي أشارت الميليشيات الحوثية واستهد في تفجير شامل في كافة قطاعات وجبهات الحديدة وجاء التصعيد الخطير ضمن خطة شاملة أعدت الميليشيات لنسف اتفاق الحديدة على وتنعال الحرب التي استهدفت الدريهم بصورة رئيسية وأحداث اختراقات تنسف الاتفاق وتنقلب على عمل آلية تنسيق إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار من الأساس